اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من دور التعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي شرحنا في المحاضرات السابقة كيفية حساب التقدير ودرجات الطالب او نسبة النجاح طبعا شرحنا هذه العملية من خلال الدالة اف المركبة وان شاء الله رح نشرح هذه الطريقة من خلال الدالة في لوك اوب طبعا الطريقتين بسيطات ولكن انا بالنسبة لي افضل الدالة في لوك اوب طبعا احنا شرحنا الدالة في لوك اوب في دورة تعليم برنامج اكسل المستوى المتقدم وطبعا شرحناها بالتفصيل الممل وسهلة جدا اليوم رح نشرح كيفية حساب التقدير باستخدام الدالة في لوك اوب طبعا بما انه احنا عدنا هذا جدول جاهز فنحب بس نطلع التقدير اللي هو ضعيف او متميز طبعا نجي هنا انا على صفحة مثلا بهذا المكان رح نكتب صفر خمسين مثلا ستين سبعين ثمانين تسعين هنانا الصفر اللي هو رح يكون ضعيف مثلا هنانا مقبول متوسط جيد جيد جدا امتياز طبعا هذا عدنا جدول مساعد يعني فقط انه رح يكون يساعدنا في حساب التقديرات يعني ممكن نخفيه بعدين طبعا بعد ما كتبنا هذا الجدول نجي في هالمكان اللي هو التقدير نروح على الصياغ ومن ثم نجي على بحث وإشارة ونختار الدالة في لوك اوب طبعا نجي هنا في لوك اوب باليو رح نحدد الخلية المقابلة للتقدير اللي هي خاصة بها المعدل اللي على اساسها رح يتم عملية حساب التقدير وفي هذا المربع نحدد هذا الجدول وضروري نضغط على F4 طبعا نضغط على F4 حتى يتم تثبيت الجدول هنا رح رقم العمود المقصود احنا هنا شن نريد التقدير التقدير اللي هو موجود بهذا الجدول هذا جدول الزغير البسيط هذا الجدول يتكون من عمود يعني عمود رقم واحد وعمود رقم ثنين فرقم العمود المطلوب في أي مكان موجود اكيد رقم ثنين هنا عما نكتب واحد اللي هو القيمة التقريبية ومن ثم موافق نلاحظ هنا عدة مقبول يعني الدرجة 49 وطبعا نسوي هاندل راح تطلع لنا بقية التقديرات طبعا ممكن انه هذين العموديين نخفيهن بس لا ننسى انه هذا راح يكون اخفاء وليس حذف اخفاء نخفيهن ونشتغل بشكل طبيعي طبعا هذا فيما يخص تقدير الدرجات ممكن انه نشتغل النجاح والرسوب بنفس الطريقة طبعا حتى نطلع نتيجة الطالب نجي هنا على صفحة نسوينا جدول صغير مثلا هنا نكتب مثلا صفر واحد ثلاثة الصفر اللي هو راح يكون راسب يعني معناه انه عندنا صفر عدد الرسوب اي انه ما راسب ولا درس اي راح يكون ناجح عفوا واهنان راح يكون مكمل اللي هو واحد فما فوق وثلاثة فما فوق راح يكون راسب هذا جدول صغير طبعا حتى نطلع النتيجة نحدد هذه الخلية ونروح على بحث واشارة ونجي على فيلوك في هذه الخلية راح نحدد هذه طبعا عدد الرسوب لازم انه هذه تكون المقابيلة للنتيجة واهنان راح نحدد الجدول اللي هو جدول البحث ونضغط F4 ضروري جدا حتى بالهندل ما تصدر عندنا مشاكل هنا رقم العمود المطلوب هذا الجدول اللي تكون من عمودين واحد واثنين اي عمود مطلوب اكيد رقم اثنين فراح نكتب هنا رقم اثنين طبعا رقم العمود المطلوب المقصود بانه اللي راح يظهر هنا اي عمود راح تظهر فيه او اي نتيجة باي عمود راح تظهر بهذا المكان اكيد بي العمود رقم اثنين وهنا طبعا واحد اللي هي النتيجة التقريبية في هالمكان واحد اي انه نبطينا تقريبي يعني اذا كان واحد او اثنين فهو مكمل او ثلاثة او اربعة فهو راسب يعني فالشي تقريبي بعدين موافق نلاحظ هنا عدنا مكمل يشلين اثنين واهنان عدنا ناجح اهنان مكمل واهنان راسب وايضا اهنان راسب طبعا ممكن هذين العموديين نحددهن ونطيهن اخفاء الطريقة بسيطة جدا في في لوك اوب اسهل بهواي من الدالة اف المركبة انا صراحة احب اشتغل هاي الامور بالدالة في لوك اوب لانها بسيطة وعملها سلس وما تحتاج الى وقت بالتنفيذ نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة